موسيقى موسيقى ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعينا أستاذ دينا العليم أمين مساعد شؤون المرأة أهلا بك أستاذ دينا نورتيني ونورتي قناة الصحة والجمال كل سنة وكلنا طيبين بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر كل سنة وانت طيبة طيب ممكن تعرف المشاهدين بك دينا العليمي مراجع مالي وأمين مساعد شؤون المرأة للمجالس لاتحاد الشعبية والمحلية وقامت الحب مصر طيب عايزين نعرف من حدك إيه أكتر مخاوف بتواجه استاتات في مجتمعنا المرأة في مجتمعنا المخاوف المخاوف كتير جدا بس كلها بتندرج تحت أكبر مخاوف بتواجه المرأة في موضوع إحساسها بعدا الاستقرار والأمان مضبوط تمام ده الأساسي آه ده الأساسي تحتيه بتندرج هو طبعا بتبقى باقي مخاوف اقتصادية مخاوف اجتماعية مخاوف نفسية بتتعرض لهم بتفقد إحساسها بعدا من الأمان زي مثلا الفقر العنوسة بالضبط مثلا الطلاء هاجس العنوء التقدم السن هاجس مثلا الخوف من تأخر الحم الحم إزال مرة أخرى إحساسها بالنهاية وحيدة فشلها خايفة من بكرة عدم الأمان عدم الأمان الخيانة التحرش كل دي مخاوف كتير جدا بتهدد أمان المرأة إزاي المخاوف دي بتأثر على المرأة والمجتمع الأول على المرأة على المرأة بصي هو الخوف شيء طبيعي وعندنا كلنا كبشر تمام وهو يعني كويس لنا بأنه دايما بيخلينا مستعدين بيحمينا من المخاطر بيخلينا دايما واخدين بالنا احتياطاتنا لكن طبعا زي وزي أي حاجة لما بتزيد عن حدها بتقلب نفسي كمان بتقلب نفسي بيبقى موضوع بيبقى تأثير نفسي بالمخاوف دي ده بالنسبة لتأثيرها على المرأة طب بالنسبة لتأثيرها على المجتمع هو أنا كنت عايزة أقولك أنه أصلا المخاوف دي بتختلف من مرأة لتانية مش كلهم بيوجودين في واحدة ممكن حد يبقى عند حاجة اتنين تلاتة بالنسبة لتأثيرها بالنسبة لتأثيرها على المجتمع في المجتمع العربي بتاعنا بالزيد بتعرض لمرأة لظلم نظرة دونية في الأسرة نفسها تمام بالنسبة للمجتمع لا بتعرض لنظرة دونية بيبقى من أكبر الظلم اللي بتعرضون للمرأة عدم المساواة العنف الأسري الأمية البطالة كل دي حاجات الفقر كل السلبيات كل دي بالضبط برغم أننا من أكبر كمان الظلم اللي بيقع عليها هو التمتع بحقوقها وتأييد حريتها التمتع بحقوقها وتأييد حريتها ده إيه سببه أصلا؟ بس هيه سببه السبب في ده هو إحنا عندنا قوانين عادلة ولكن بيبقى سببه هو أنه الموروس الثقافي هو حكتين الموروس الثقافي والمعتقدات الدينية المتعصبة تمام؟ داخل الأسرة وفي المجتمع فبيبقى أساسه هو القمع الزكوري اللي بتتعرض لي المرأة إيه القمع الزكوري؟ الظلم اللي هو الظلم المجتمعي الزكوري اللي بتتعرض لي يعني الظلم اللي بتتعرض لي من المجتمع الزكوري نظرته وتعامله مع المرأة ما إن الإسلام قرم معزز المرأة طبعا يعني التعصب الديني المعتقدات المتعصبة الدينية دي برغم انها موجودة اللي ان اسلامنا جي وعزز مكانتها ووضح القوانين والاحكام وخلى ليها رأي وليها فكرة تمام ماينفعش انبهدلها بزبط صح كده ولازم يكون في جو الاسر يكون في موضة ورحمة بينهم المفروض فطبعا هو ده مش حالة عامة يعني دي حالات كتير كده طب هل حرمان المرأة بينعكس على التمتع بحريتها وتأييد حريتها وحقها او طبعا ازاي يعني لما يكون الست ما عندهاش يعني متأييد حريتها في الفكر في التخطيط لحياتها في اخذ قراراتها مش هيبع عندها هدف مش هيبع عندها تموح بالبلد بتاعنا كده قعدة للمشاكل والهم المشاكل دي بتخليها ترجع متخطوة الوراة بالضبط بتخليها طبعا مش عارفة ان هي تتقدم بأسرتها معين لو هي عندها ولا عندها امل ولا عندها امان ولا هدف ولا نجاح يعني مركزة بس في المشاكل وطبعا نسبة الطلاق ذات بسبب بسبب الحكاية دي كلها بالضبط هي طبعا لو المرأة اصلا عندها حرية في الفكر والتعبير محدش مقايد حركتها وفكرها هتلاقيها نقلة الاسرة من حتة لحتة تانية هتلاقيها واخدى اول حاجة بتحقق اهدافها وبيبقى ليها شغف وبيبقى ليها طموح بتأثر على اطفالها نفسهم وبتخليهم يكتشفوا مواهبهم وشغفهم بتعلمهم كتير مثلا لا هدف الحرس مع المشاكل الوليلة فبالتالي مركزة في بيتها بالضبط مع ولادها بتشوف ولادها هي بتنجحوا هم بينجحوا منظومة واحدة بالضبط هي كلها منظومة واحدة مش بس الاولاد كمان الزوج هتلاقيها بتدفع لجزء للامام بتفكر له عنده مشكلة في الشغل بتحلها له بتقول له ببقوا واحد بالضبط بالضبط فطبعا لما يبقى عندها الحرية دي وان هي تاخد قرارات هتلاقي نالة البيت نقلة تانية خالص مع الاولاد والزوج وهي نفسها بقليها شغف واهداف معينة بتحاول ان هي توصل لها لما بتكون متعصابة بتاع الحاجات دي بتخليها ريلاكس طرف تتعامل بقى بهدوء اكتر في البيت واحسن يعني طيب انت كادينا شغفك ايه بص كتير يعني عندي كويات كتير بما اني مراجع عمالي وامين وساعة شؤون المرأة اللي انا بقى عندي شركة منتجات طبيعية مين في مين عايم عليها الصيادلة والدكاترة كمان بحب اعمل تورتات 3D الاولادي ومتوسعها فيها برافو عليك والله بحب اعمل اشتغل سلصال حراري احب اعمل مجد احب اعمل مدليات كده بالسلصال حراري عندي شغف وهوات الحمد لله او الحمد لله كتير لو كل الستات عملوا كده يعني المشاكل هتقل يدوروا على ايه اللي بيحبوه ايه اللي عايزين شايفين نفسهم فيه لو اتجهوا الاتجاه ده ده هيخليهم مش قاعدين للمشاكل وقاعدين ازاي مش عارفة اخد حقوق مش عارفة كده يعني هيخليها دايما حتى ما حاكم القصر بقت على اخيرها بصراحة بسبب ده طيب تنصحهم بايه بقى الستات اللي عملي مشاكل وستات اللي حقها معدور تنصحهم بايه انها هتحاول على قد ما تقدر تدور على الحاجة اللي هي بتحبها تدور على هوايتها هوايتها وتشوف هي بتحب ايه تعمله تفصل شوية عن المشاكل والحاجات اللي بتخليها مش مركزة غير فيها تركز انا عندي طموح وعايز اعمل ايه لولادي وعايز اعمل ايه لأسرتي ممكن اعمل لهم ايه كويس ينفعهم يعني تاخد الموضوع سكة تانية خالص طيب بالنسبة للمرأة عايزين نخلي مثلا الموضوع انها تاخد بالها من بيتها وولادها ندعمه اكتر نسعدها في ده يعني نعمل ايه نعمل ايه نقلل المشاكل عشان ما حاكم القسرة اللي بقت على اخير هزي هو الفكرة ان هي يعني نبق من الزكور ولا نبق بيها اه طبعا من الزكور اكيد اه عايزين نصحة المجتمع الزكوري ده لازم لازم يتغير لازم يتغير لازم يبقى عارف طبيعة المرأة بتفكر ازاي بتحب ايه بتكره ايه ايه اللي ممكن يخليها يعني في بيتها كويس يعني انا لو وديتها ايه ده هيأثر على وده هيأثر عليه وهيأثر على وليه هي بس تاخد حقوقها ويديها حريتها في التعبير يديها حريتها في الفكر ما يبقاش مأييدها ما تعمليش ما تسويش ما تشتغليش عودي في البيت وبالتالي بيناكس عليه وتحصل مشاكل ويرجع يقولك في نكت في البيت ويمشي ويسيب البيت والدنيا تخرى بكتر مش عايزين كده فمن الأول المعاملة الحسنة مواده ورحمة يشوف هي بتحب ايه بتكره ايه يمشي الدنيا خطوة خطوة كده في نصيحة تانية تقدر انت كده قلت نصيحتك للذكور في حاجة تانية ممكن نقولها ليهم بواجعة للتنين بواجعة المفروض ان يفهموا بعض الاتنين ويعرفوا احتياجات بعض يعرفوا كل واحد فيهم التاني بيحب ايه ما بيحبش ايه يتقبلوا اوضاع بعض اوضاع بعض لا ويعرفوا اني مفيش حد كامل يعني هم اللي اتنين لازم يبقى عارفين ان كل واحد عنده حتة فلانية فلازم اتقبلها بالطريقة دي وتعامل معها تمام هو دي المجال جيه قال المواد والرحمة بين الطرفين دي الوقت الزكور بيلاقي حاجة نقصة في مراته بيشوف بيشوف زوجة تانية على اساس ان التانية هتبقى كاملة ما فيش حد كامل اصلا واللي موجود عند دي مش موجودة عند دي واللي موجودة عند دي هو نفسه اكيد فيه حاجة نقصة فيه بالضبط والستة ممكن تكون مستحملة بالضبط لكن هي بتستحمل لكن هو عشان عنده البديل فبيدور اسهل على البديل ايو اسهل على البديل معين في الاخر بيكتشف ان لا ايه دا ايه دا ايه دا اقعطي نفسي تاني اصلا يعني ماهو فيه مشكلة تانية يعني ممكن تبعاق ساعة خالص طب انت مرتحتش في الحياة دي ورحت الحياة تانية مرتحتش طب انت عايز ايه اتجرب بقى الثالثة والرفع عشان نحله وانيش برضو مش هيوصل له وعايز وفي الاخر بيوت مهدومة والدنيا بالضبط الضحية في الاخر هم الاطفال يعني في الموضوع دا الضحية هم الاطفال طبعا الضحية في الاخر الاولاد والمجتمع لان الاطفال دون لما بيكبروا لما بيكون نفسيتهم مشتوية بيأثر على المجتمع ككل واجهة عام بالضبط طبعا استفدنا منك جدا وهم شاهدين والسيدات وطبعا الزكور في النهاية بشكرك على وجودك معنا وعلى الحاجات المهمة اللي انت وضحتها لبعض الناس والنصائح اللي انت قدمتها لهم انتظروني في الحلقة القادمة هنعيش هصح معرانيا حسن وكل سنة وانت طيبين